مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لمنخفة جوي يؤثر على المملكة يوم السب وهذا مصحوب بكتلة هوائية باردة رسبيا ورطبي تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح وتدريجي وملموس على درجات الحرارة أيضا هناك فرص لسقوط أمطار متفرقة يوم السب خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة سيبدأ تأثيرها على المملكة مساء يوم الجمعة وليلة الجمعة السبت ويكون تأثيرها واضح يوم السبت بإذن الله على معظم مناطق المملكة هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والرطبة يمثلها اللون الأخضر وبالتالي تسيطر يوم السبت والأحد كذلك على كافة مناطق المملكة مما يؤدي إلى حدوث انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة أما أماكن الغطول فنلاحظ أن الغطول سيبدأ ديلة الجمعة للسبت وصباح السبت خاصة في المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الوسطى من المملكة وبتستمر الأجواء باردة يومي السبت والأحد وغائمة جزئيا ماطرة على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض أجزاء المناطق شمال المنطقة الجنوبية من المملكة أما سرعة الرياح فيبدأ نشاط الرياح اعتبارا من يوم الجمعة خاصة فترة الظهر وما بعد الظهر وهناك هبات قوية أحيانا تكون رياح غربية لشمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها ما بين 40 إلى 60 كيلو متر في الساعة بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المنطقة أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء إلى حد ما لطيفة في بداية الليل ثم بعد منتصف الليل تميل الأجواء إلى البرودة قليلا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الجمعة هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة أو بالأحرى هناك بداية للانخفاض التدريجي هذا الانخفاض يكون واضح بعد دور وبعد عصر يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة وليلة الجمعة على السبت وبتكون درجة الحرارة بحدود 18 درجة مئوية بعد ظهر يوم الجمعة وبعد العصر والمساء والليل هناك فرصة أو احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة العظمى المتوقعة بحدود 18 درجة الصغرى 9 درجات هذا الانخفاض بيكون واضح يوم السبت حيث يوم السبت بيكون تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبيا واضح تأثيره على المملكة بشكل كبير مما يؤدي إلى حدوث انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة أقل من معدلها على الأقل ما بين 7 إلى 9 درجات مئوية أجواء اليوم السبت أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة سقوط زخات رعدية من المطر قد تكون مصفوبة أحيانا بالبرد والبرد والرعد خاصة في شمال ووسط المملكة والحرارة العظمى بحدود 14 والأجواء أثناء الليل غائمة جزئيا وماثرة على فترات أيضا وباردة والصغرى المتوقعة بحدود 8 درجات مئوية الأحد استمرار الأجواء الباردة مع حدوث ارتفاع درجة إلى درجتين أما ستصل إلى درجات الحرارة يوم السبت لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا وتبقى الفرصة أثناء النهار واردة لسقوط زخات متفرقة من المطر أو أمطار متفرقة أحيانا والعظمى المتوقعة 15 لكن الصغرى 8 درجات لكن إن شاء الله يوم الاثنين تستقر الأجواء وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة باللاحظ المناطق الشبالية انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر ومساء والليل وبتكون ماطرة وزخات رعدية متفرقة من المطر العظمى المتوقعة في إربد 21 والصغرى 12 عجلون 21-11 جرش 23-12 والمفرق أجواء مغبرة نتيجة نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربة 22 إلى 10 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى أيضا المناطق الشرقية مغبرة وهناك انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا بعد العصر والمساء والليل فرصة لسقوط بعض الأمطار قاصة في شمال وسط المملكة البلقاء 20-10 مأدبة 18-11 عمان 18-9 البحر الميت 27-19 مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر الزرقاء أجواء مغبرة 22-13 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية من المملكة أجواء انخفاض على درجات الحرارة وبداية للانخفاض التدريجي غائمة جزئيا الكرك 20-10 الطفيلة 19-9 هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة في الطفيلة وأيضا في جبال الشراح الطفيلة 19-9 الشراح 18-8 العقبي 31-15 ومعان أجواء مغبرة 23 إلى 9 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة وهناك نشاط في الرياح رياح قوية مثيرة الغبار والأتربي والأزرق 27-11 والصفاوي 26-9 وأرويش 28 إلى 10 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة